في ثرى بدر علينا يجاهد لقنا الأعداء درسا في الصمود جدنا الزبير لا يخشى الشدائد جدنا الحمزات صياد الأسود إننا العبطال إننا العبطال إننا العبطال لا نحن الرؤوس نحن الرؤوس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من هذه السلسلة سلسلة قادة المعارك الرمضانية الذي نلقي فيه ضوءا ولمحات سريعة على أهم عشرة من القادة الذين انتصروا في معارك رمضانية موعدنا اليوم مع القائد ذي النخوة والشهامة والعزة والنجدة القائد الذي لم يتحمل أن تنتهك أرض المسلمين ولا أن يعتدى عليها فرد على هذا الاعتداء بحملة ضخمة توغلت في ديار الروم وفتحت عاصمتهم الثانية من بين كل الجهود الحربية صارت هذه المعركة علامة على هذا القائد يعرف بها بعد أكثر من ألف سنة ويستدعي الناس ذكراه إذا افتقدوا نخوته فيقال ربوا معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين معيدنا اليوم مع المعتصم بالله الخليفة العباسي الثامن والذي كان قائدا نصر الرمضاني الكبير فتح عمورية من الطرائف المتعلقة بالخليفة العباسي المعتصم أنه يلقب بالخليفة المثمن لأنه عنده عدد من الثمانيات فهو ثامن الخلفاء العباسيين في سلسلة الخلفاء هو ثامن الخلفاء العباسيين وهو الحفيد الثامن في سلسلة النسب إلى العباس يعني العباس ثم ابنه علي ثم ابنه عبد الله ثم ابنه علي ثم ابنه محمد الثامن هو هنا المعتصم فهو الثامن في سلسلة الخلفاء والثامن في سلسلة النسب ومدة حكمه في الخلافة ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثمانية أيام وولد في شهر شعبان وهو الثامن من بين الشهور وولد في عام 180 للهجرة فهو أيضا قريب من الثامن وتوفي وهو في الثامنة والأربعين من عمره وأنجب ثمانية ذكور وثمانية إناث فلذلك سماه المؤرخون الخليفة المثمن وهذا مما يسهل حفظ المعلومات المتعلقة به لكي نتصور صورة المعتصم وشكله تورد الرواية أنه كان أبيضا وأبيض مشرب بالحمرة وكان جميل العينين وكان ذا لحية صهباء طويلة صهباء اللي هو اللون الأصفر المائل إلى بياض وحمرة والصفة الأبرز في شخصية المعتصم بالله أنه كان رجلا عسكريا محاربا مقاتلا كأنما خلق لذلك لذلك وكان قوي البنية وكان عريض الصدر كان مفتول العضلات كان جسورا شجاعا حتى ذكر عنه المسعودي المؤرخ المشهور أنه لا يقاس به الرجال قوة بدن وشدة بأس وشجاعة قلب وبعض وزرائه رووا أنه يعني كانت قوته خارقة طبعا منهم وزيره الأشهر أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي شخصيا مشهورة قال كان المعتصم يخرج ساعده إلي ويقول يا أبا عبد الله عض ساعدي بأكثر قوتك فأقول والله يا أمير المؤمنين لا تطيب نفسي بذلك فيقول هو لا يضرني فأروم ذلك يعني أقصد ذلك يعني يعضه فعلا فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة يعني الرماح فضلا عن الأسنان ومما يروى في ذلك أيضا أنه يعني مر على معسكر للجنود وكان ذلك في خلافة أخيه المأمون المأمون كان خليفة قبلهم فوجد في المعسكر امرأة تستغيث وتصيح ويعني تترحم على ولادها فسألها فقالت بأن صاحب هذه الخيمة أشرت إلى خيمة فيها يعني قائد عسكري قد أخذ ولدها طبعا لم تورد الرواية هل أخذ ذلك ظلما أو يعني أخذه عقوبة لأن ولدها ارتكب جناية أو ما شابها الله أعلم فدخل المعتصم على يعني كأن المعتصم رحمة هذه المرأة فدخل على هذا القائد الخيمة وأمره أن يترك ولد هذه المرأة فرفض يقولون فأمسك به المعتصم فما تركه إلا حين سمعت قعقعات عظامه يعني ضغطته وهذه كسرت عظام الرجل فتركه سقط ميتا فالقصد هنا هو تعبيرهم عن شدة قوته وعن هذه القوة الخارقة وهو بهذا التكوين كانت الحرب وكان العسكر هواه ومتعته يعني في كل شيء يعني هو لم يكن معروفا بالإنفاق وبدل الأموال إلا في الحرب يعني الإمام ابن كثير يقول عنه كان شهما له همة عالية في الحرب وله مهابة عظيمة في القلوب وكانت همته في الإنفاق في الحرب لا في البناء ولا في غيره وحتى في البناء لم يكن يهتم بتزيين المبنى أو زخرفته أو فنياته بل يهتم بالقوة والمتانة كاتبه الفضل بن مروان يقول لم يكن للمعتصم لذة في تزيين البناء كانت غايته في الإحكام ولا ينفق على شيء لم يكن أسمح بالنفقة في شيء من نفقته في الحرب يعني هو الأموال بالتعبير المصري لا يسمح بها يعني تقف زوره إلا لو كانت إيه يعني ستنفقه في الحرب ومن هنا وصف المعتصم بأنه ملك من آلات الحرب والدواب ما لا يتفق لغيره مع هذه الشدة ومع هذه القوة فالحقيقة في الأصل أن المعتصم كان كشخصية كان شخص شفوق وكان شخص رقيق إلا حين الغضب يقولون إلا حين الغضب فإنه إذاك لا يبالي من قتل وروي عنه أنه تصدق يوما بمئة مليون درهم هذا وزيره ابن أبي دوآد وكذلك يعني رويت عنه كثير من المواقف التي يظهر منها تواضعه ويظهر منها سماحة طبعه ويذكر أحمد بن أبي دوآد أنه كان يطعمه أحيانا بيده يعني تكريما له وفيما بعد لما كثر العنصر التركي يعني لما كثر الجند الأتراك وطبعا المعتصم أمه تركية والدته جارية تركية فاستكثر في جنده من الأتراك والعنصر التركي فلما صار الأتراك كثيرا ورأى المعتصم أن أهل بغداد لم يتحملوا جفوة الأتراك وبدواتهم طبعا بغداد في ذلك الوقت كانت تعاصمة الدنيا كانت تعاصمة الدنيا منذ سبعين سنة والجنود الأتراك في ذلك الوقت كانوا جماعات قادمة للتو من مناطق بدوية وصحراوية وكانوا ملحقين بجيش الخلافة فلم يتفق طبعه أهل بغداد الرقيق الناظر الهادئ المتحضر مع الشدة والقوة والبداوة التي جاء به الأتراك فالمهم لما بدأت تحصل مشكلات بين الجيش وبين الأهل بغداد قرر أن يترك بغداد وأن ينشئ مدينة خاصة له يذهب فيها بجيشه لكي يحقق لأهل بغداد رغبتهم ولا يؤذيهم وأنشأ مدينة سر من رأى التي تعرف الآن باسم سامي الراء فهذا الموقف أيضا منه دليل على رفقه وشفقته بالرعية كان من عيوب المعتصم أنه لم يتعلم والمعتصم كان أقرب إلى الأمية هو منذ نشأته كان يكره التعلم ويكره القراءة وكان ينفر من الكتاب طبعا ساعده على ذلك أيضا تدليل الرشيد له هارون الرشيد هو أبو المعتصم فكان يدلله طبعا هو دلوقتي الرشيد عنده الأمين وعنده المأمون فكان صعب تصل الخلافة إلى المعتصم فكان الرشيد يدلله وهناك قصة طريفة أنه المعتصم حين كان يذهب إلى الكتاب كان معه صديق أو غلام أو عبد يعني لا يفهم بشكل دقيق من الرواية كان يذهب معه ثم مات هذا الصبي فجاءه أبو هارون الرشيد يحاول تلطيف المصيبة يحاول أنه عزيقا له يا محمد مات غلامك فقال المعتصم نعم يا سيدي واسترح من الكتاب ففوجئ الرشيد بهذه الإجابة وقال وإن الكتاب ليبلغ منك هذا المبلغ تجعل الموت طراحة منه فقال دعوه لا تعلموه شيئا فهذا كان من تدليل الرشيد له ولذلك المعتصم لم يتعلم كثيرا وطبعا كان بذلك على خلاف إخوته الأمين والمأمون الذين تعلم كما ينبغي أن يتعلم أبناء الخلفاء طبعا المأمون كان عالما كبيرا وكان من رؤوس المعتزلة لكن المعتصم لم يكن له رغبة ولا غاية ولا هم ولا اهتمام إلا العسكر والحرب والجندية ولهذا السبب سار المعتصم على خطأ أخيه المأمون في مسألة محنة خلق القرآن يعني استمر تعذيب الإمام أحمد بن حمل في عهد المعتصم لكن الإمام أحمد سامحه لما كان له من يد في الجهاد والفتوح لأن الإمام أحمد عرف فيه أنه مقلد لا يفهم الأمر ولا يستوعبه يعني المعتصم كان متعاطفا مع الإمام أحمد وكان يراه صاحب علم وصاحب دين وثبات لكن أيضا المعتصم لا يستوعب أن أخوه المأمون العالم الكبير في نظره كان مخطئا ولا يستوعب أن وزراء المأمون وعلماء المعتزلة كانوا أيضا مخطئين ولا يستوعب أن العلماء الذين هادنوا في محنة خلق القرآن كلهم هادن بدافع من الخوف أو بدافع من الإغراء فلهذا كان يتغيض من موقف الإمام أحمد لأنه يعني يبدو له في تصور المعتصم الإمام أحمد بيعاند كل هؤلاء طبعا المسألة ازدادت سوءا لأن المأمون أوصى المعتصم قبل موته أن يستمر على هذا السبيل في مسألة خلق القرآن لأن المأمون كان يرى أن القول بخلق القرآن هو الدين الصحيح وهو التنزيه الله وهذا الكلام الباطل وكذلك المأمون أوصى المعتصم بأن يحتفظ بوزرائه فوزراء المعتصم هم وزراء المأمون طيب وكذلك وزراء المأمون أضفوا على كل هذه الأسباب أسباب سياسية والسبب السياسي تعرفون هو السبب الذي لا يقبله الملوك يعني يقولون أنه ترك أحمد بن حنبل يطعن في هيبة الخليفة والخلافة يعني يقال هل تقبل يا معتصم أن يقال هزم أحمد بن حنبل خليفتين ولا يتزحز عن رأيه فبهذا التصور استمرت محنة الإمام أحمد في عادة المعتصم لكن كما ذكرت الإمام لم يدعو على المعتصم كما دعا على المأمون أن يهلكه الله وستجاب الله دعائه وسامح المعتصم وكذلك أيضا فالمعتصم خفف الأذى عن الإمام أحمد وتركه لكن منعه من تعليم الناس فالمعتصم صورة نموذجية للعسكري الذي لم يتعلم ووضع فيه خضم محنة علمية موروثة عن سابقه واختلط فيها شأن العلم بالسياسة لكن طبعا الجانب العسكري الذي تميز فيه المعتصم ففي الواقع كانت للمعتصم إنجازات طيبة جدا فهو جدد قوة جيش الخلافة واستغثر من العنصر التركي من بعد ما بدأ يدب الوهن في العنصر العربي والعنصر الفارسي الذين كان يكون الجيش العباسي وبدأ تظهر فيهم الانقسامات الحزبية وهذه التحذبات التي تمنع من سلامة الجيش وهؤلاء الجنود الأتراك الذين استكثر منهم المعتصم حققوا فعلا إنجازات مهمة يعني يمكن القول أن هؤلاء الأتراك مدوا في عمر الخلافة العباسية مئة عام أخرى على الأقل هذا أمر فصلت فيه في كتابي رحلة الخلافة العباسية في المجلد الأول الذي كان بعنوان العباسون الأقوياء لمن أراد أن يتوسع من أهم الإنجازات العسكرية في عاد المعتصم القضاء على تمرد خطير هو تمرد بابك الخرمي هذا كان تمرد في بلاد أذربيجان وهذا تمرد أرهق الخلافة لعشرين سنة ومات فيه عبر هذه السنين ربع مليون مسلم وكان قد استفحل في التوسع والانتشار وهذا أيضا ذكرت حلقة مفصلة عنه في سلسلة حلقات في أروقة رمضان لمن أراد أن يرجع إليها لكن أهم إنجاز هو حقيقة هذا النصر الرمضاني الكبير الذي كان ردا على غارة عنيفة للروم البيزنطيين الروم البيزنطيين هاجموا بعض الثغور وخربوا بعض المدن وأثروا كثيرا من الرجال والنساء حتى بلغ عدد الأسرة ألفا من النساء والأطفال ألفا فهب المعتصم لتأديب هؤلاء الروم وعزم على اقتحام أفضل مدنهم وهي مدينة عمورية مدينة عمورية كانت مدينة حصينة وكانت مدينة مقدسة وهي الآن ضمن محافظة أفيون التركية وبالإضافة إلى مدينة عمورية مدينة أنقرة وأنقرة طبعا هي الآن العاصمة التركية واستطاع المعتصم أن ينزل بالجيش الرومي هزيمتين ساحقتين تشتت بهم جيش الروم وتمزق شر ممزق وبهذا رد هيبة الخلافة الإسلامية وحفظ منطقة الثغور من هجمات مشابهة وهذه أيضا هذه المعركة كنت تكلمت عنها بالتفصيل وخطة المعركة وكيف تمت في سلسلة حلقات في أروقة رمضان فهذا النصر نصر عمورية طبعا يعرفه المسلمون بالبيت الأشهر الذي أنشده فيه أبو تمام والقصيدة الشهيرة التي مطلعها السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وفيها قال أبو تمام فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب لكن فوق هذه الإنجازات الحربية كانت أيضا للمعتصم إنجازات معمارية فطبعا هو بنى مدينة سمراء كما ذكرنا لتكون مدينة خاصة به وانتقل إليها فصارت سامراءه العاصمة السياسية والعسكرية وظلت عاصمة للخلافة العباسية لمدة نصف قرن آخر وسامراءه المدينة المشهورة بالمئذنة الدائرية الملفوفة وطبعا يشبهها عندنا في مصر مئذنة جامع بن طولون لكن الأصل والأكبر هي هذه المئذنة التي كانت في سمراء بعض إجراءات المعتصم في سمراء تدل على أنه أرادها مركزا عسكريا متخصصا يعني هو وضع نظام عسكري محكم للجنود الأتراك وقسم أنحاء المدينة تقسيم عمراني في لحظة التخطيط والبناء يعني بحيث أنه جعلها أحياء مستقلة ومتخصصة وجعل العسكر في قسم خاص بهم بعيدا عن غيره طبعا الآن نحن نتذكر المعتصم باعتباره من قادة المعارك الرمضانية وحينئذ سنرى أن كل ما فعله المعتصم قد ذهب مع التاريخ ومع طول الزمن لم تبقى من سيرته إلا هذه الغيرة والنخوة والهبة لإنجاد المسلمين يعني ما نقاسه نحن الآن من العجز ومن العدام النخوة والشهامة والنجدة يعني هذا يجعل ذكر المعتصم لاهبة ويجعلها حارقة ويجعلها متألقة ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا بهؤلاء القادة ذو النجدة والنخوة والعزة الذين يهبون لدماء المسلمين ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم المعتصم وسائر المجاهدين ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر